اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نمطيكم بريد بورد او بورد التجارب الالكترونية وكيف يستعمل. شون نستعمله. اخواني مثل ما دا شوفون. هذا البورد ما يحتاج الى كاوية وصولدر ولحم. مجرد الثقوب الثبت بها القطع الالكترونية. بها زائد و ناقص. وكذلك ايضا بها ارقام ومن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشر اخمسة عاش هاي ارقام توصل ستين واحد ستتين ستلاثة وستين. وبيها حروف بسرعة مدية اي بي سي دي اي اف جي غن اي جي. كذلك ايضا منها حروف. ومنها ايضا ناقص وزائد. الاحمر هو الزائد والازرق هو الناقص. اه الخط الاحمر ايه هذا وايه هذا وايه هذا وايه هذا وايه هذا الى الاخير متصل. يعني وانا ما تخلي اي نقطة هو متصل مع بعضي. كذلك ايضا الخط الازرق الناقص هذا متصل ويا هذا. من جوه. هذا متصل بيهم. يعني هذا وايه هذا وايه هذا. كل ماتصل. خط الناقص الى الاخير. ايضا ايضا هذن من خط الزائد والناقص هذا النمسل ما الشرحنا لكم الرسالفق. اذا خط الاحمر كلها ازرق ايضا وما تخلي اي نقطة تسحب مننا هالشكل. ماتصل. مات خليه اي قطع هالشكل لحتوصل ويا الكل. زيان اخواني? اه شغلة الاخيرة اللي شغلة مهمة جدا انه هاي النقطة العامودية هاي ويا هاي ويا هاي ويا هاي ويا هاي منتصلا. مثلا خمس نقاط منتصلا مع بعضها. ايضا هاي العامودية واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. اذن متصلات مع بعضهم. كذلك ايضا ذنى واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة متصلات مع بعضهم. الى اخره. ذنى 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 كل المتصلات مع بعضهم. بصورة عامودية. هاي ايضا. ايضا. خمسة متصلات مع بعض صورة عامودية. ذنى ايضا. متصلات مع بعضهم الى اخره. اما بصورة افقية لا. هذا ويا هذا ما متصل. 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 الى آخرية. هذا ويهذا ما متصل. فاذا بصورة عامودية متصلات. بالأفق ما متصل. اذا تثبيت القطع اللي هيكون بصورة افقية. ليش? يعني هسا خلني اذا وصلنا هاي القطعة. الالكترونية اي هالشكل مثلا على سبيل المثال? وصلناها اي هالشكل? هاي غلط. لان قلنا لكم احنا نذني الخمس نقاط متصلة مع بعض. كأنما انت سويت شورت اه على المتسعة الكيميائية. اه توصيلها يكون بصورة. بصورة افقية افقية. شو? ايه هالشكل? هاي التوصيل الصحيح. كذلك ايضا مقاومة مثلا توصلها. اي طريقة توصلها. شوفوا هسا وصلناها. هاي صحيح. مثلا الدايود الضوئي. تريد توصلها مثلا. كل القطع تكون بصورة اه تكون بصورة افقية. هالشكل. فهي ان شاء الله مبدأ عمل البورد الاكترون. تسحب زائد ناقص. مثلا تسحب من المتسعة زائد. تودية للزائد. خلي الزائد هنا. والطرف الاخر هنا. فسحبنا هس من من خط الزائد. يعني من هذا الخط صار زائد. احنا خلينا نسحب من مثلا مو هذا الخط. من هذا الخط. تسحب زائد مثلا منها. تخلي الى مثلا الزائد هنا. اي نقطة من الزائد لح تصير. لان قلنا خط الزائد كل هذا مرتبط مع بعضه. فهاي اخواني مبدأ عمل يسمى باللغة الانجليزية سموه يعني اه بورد التجارب الالكترونية. اه فنعتذر ان قطعة الكهرباء شوية للتصوير. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة تفعي زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.